كلام كبير أرقام كتيرة عندنا بقى ماثرية اللي هنعيش فيها شويتين ثلاثة في اليورو 2024 تحبوا نبدأ بإيه بقى بالحصيات والأرقام الحالة الفنية ولا نخش على طول عمالشاط طيب أنا أقول لك وجهة نظر يعني شوية كده هي الحالة الفنية مرتبطة بالأرقام يعني فيه ناس خليننا متفقين ناس تقول كتير يورو السنة دي مش زي البطوات الأبليكات وليه أسباب كتيرة وطبعا الناس يعني برضو خلي بالك إن احنا فيه حقبة عشناها الناس مش أخد بالها منها الناس زمان لما كان فيه بليه فكان بليه كان اسم كبير جدا جدا وعمل ضجة ناس متابعا صحيح أنت بتولي عشناها لا أنا مش كبار كده لا أنا هجيب من الناس لا ده ولك السبب يعني بليه قعد فترة حوالي 12 أو 13 سنة بعدها حصل جاب كده لحد بظاهر مارادونة فالجيل اللي عاش مارادونة قال لك بس ده ما فيش زي مارادونة احنا جيلنا يعتبر أكتر جيل محظوظ في الناس بتحب الكورة لأن عندك بدلا معجزة كرية واحدة عندك اتنين رونالدو وميسي فأنت حاليا خلاص في آخر هذه الحقبة هنقعد فترة لحد ما تلاقي واحد تاني ينور بنفس الطريقة فما بقى لك أنت عشت اتنين الناس اللي عاشت قليان بليه يقول لك بيحلفوا وقول لك ما فيش زي بليه في الكورة واللي شافوا مارادونة اللي هو الجيل اللي بعدهم وقول لك لا بليه مين ما فيش زي مارادونة في الكورة احنا الجيل بتاعنا فيخناها أصلا من ميسي ورونالدو ومن أفضل وخناها من اللي بيحبوا ده وحب ده بعيني أنا بقول لك لا بالعكس احنا محظوظين ان احنا شفنا الاتنين اتنين تقال قوي في التاريخ هيفضل فاكرهم سنين كتيرة احنا عشنا هذه الفترة زعلت لما خرجت بورتغال على يد فرنسا لا ده خلي بقى لك من حاجة مش بس خرجت ده رونالدو الأول مرة في سادس يورو ليه ما سجلش ولا هدف الراجل يعني دي مشكلة كبيرة اما ولا تسجيل اي هدف في البطولة اسست واحد كمان اه هو اسست واحد دسا كان دايما الناس عارفة رونالدو بيسجل رونالدو يعني زي نقول كده بلغة الكورة سفح في الهجوم يعني راجل اللاعب جناح لاعب مهاجم بيسجل وحتى ما جات ركل الجزاء ضعت فطبعا الموضوع بقى صعب شوي عشان كده وقول لغة الأرقام بتقول أو بتدي مؤشر برضو للي حصل يعني احنا لو شفنا دوة الأرقام او احنا نجيبين معنا شوط أرقام اللي هي قبل ماتشا اسبانيا وفرنسا اللي هو قبل ما نوصل لدور سيمي فاينال فعندنا بعض الأرقام بتورينا المنتخبات من أكتر منتخب سجل أهداف من أكتر منتخب عمل تمريرات صحيحة من أكتر منتخب عمل لو الزملاء معنا يجيبوهن اللي برضو بدقة التمريرات هتفر كتير يعني هتورينا يمكن ده معنا أول حاجة دي المحاولات على المرمى واضح جدا أن المنتخب أسبانيا عرفت شوفهم من الزائفة بتحت أمان أمان آه يعني المنتخب أسبانيا مثلا أكتر قبل ماتش فرنسا التوتل أتمبت 102 محاولة 102 محاولة هجومية فيه خمس مباريات منهم على المرمى 35 35 محاولة دول سجلوا منهم 11 35 محاولة يعني 5 محاولة على المرمى فطبعا ده بيقول لك إن أسبانيا ليه أكو خط هجوم على الفكرة ألمانيا جابت 11 هجوم برضو ليه مركز الكام التاني فالفرق للمحاولاتها الهجومية كتيرة هم فعلا بيقدروا يحاولوا الهجمات له هداف شوف كده مين التالت مكتوب تالت حاجة تالت كولوم اللي هي محاولات على المرمى ومحاولات خارج المرمى بلوك ده لال الدفاع أو الحاس تصدى لها يعني ما وصلتش للمرمى حصل بلوك لها للدفاع مناحة أبنى توحي المرمى وآخر حاجة خالص عدد المتشاط ده في 5 متشاط طبعا طبعا ما قبل النائع أو نصف النائع فأسبانيا رقم واحد في محاولات ألمانيا رقم اثنين طبعا حظهم السيء إنهم قبلوا بعض في دور التمانية فاخسرنا واحد من الاثنين لما دور كان أعلى أداف البطولة كلها وده دليل على الكلام ده البرتغال لسه قم نتكلم عليها تالت أعلى منتخب في المحاولات على المرمى ولكن برضو ودع بدري وقدم طبعا منتخب فرنسا اللي هو رابع فريق في المحاولات في واحدة تانية اللي فيها برضو تلاتة آيتمز كده أو تلات حاجات بتوريك المنتخبات كل منتخب أقوى هجوم المنتخب اللي هو برضو عامل بوستيشن عالي أو متراكة كرة عالي يمكن دي على مستوى اللاعبين دي برضو مهمة يمكن على مستوى الهدفين شايفين طبعا اللي جايبين تلاتة أهداف تلاتة لعيبة أربع لعيبة طبعا موسيالة من ألمانيا خرج ميكاوتاتزي بتاع جورجيا خرج تشرانز بتاع سلوفاكيا خرج فاضل مين؟ جاجبه جاجبه جاب تلاتة على فكرة النهاردة الداني قلمه جاب جون كان يفودي بقى تلاتة زيهم ولكن الوفقا اللي نزل في الويفا تم احتساب هدف أسبانيا التاني هدف عكسي يعني كتب جول كوندي هو اللي جاب جون مش قلمه يعني قلمه لو اتحسب لك انا هخش مهم في التلاتة تاني حاجة دكتور لا اتحسب لقلمه لأ أنا فعل أنا شفت الابليكيشن بتاع يورو اتحسب لقلمه يعني هو قبل في الشوت الأول اتحسب فعلا اونجول وبيدو شوتين عدلوها خلوها لقلمه لو حسب قلمه هيخش مهم هيبخش مهم في الهدفين عنده تلك الهدف زي جاجبه بقى فيه تنين عندنا التلاتة